قناة القارئ عبدالعزيز بن صالح الزهراني تقدم جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية نحو جيل قرآني متميز استوى اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب السمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لها تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظلمت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني